منتخب مصر للمكفوفين رجال اللي تمكن أن يفوز ببطولة أفريقيا لكرة الهدف لرياضة المكفوفين والتأهل دورة الألعاب الباراليمبية باريس عشرين أربعة وعشرين طبعا الفوز بهذه البطولة جاء انعكاس للمستوى اللي ظهر عليه اللاعبين وإصرارهم كمان على الفوز في مختلف مباريات البطولة معنا على التليفون الدكتور أحمد وين رئيس الاتحاد المصري لرياضة المكفوفين يا دكتور صبع الخير عليك أهلا وسهلا صبع الخير يا أهلا بك يا فن في البداية ألف ألف مبروك طبعا التألق والفوز بهذه البطولة لكن عايزين نفهم استعداداتكم لهذه البطولة كانت عاملة إزاي هل كنتم مستعدين وعارفين أنتم هتفوزوا بيها أولا نساكر جدا محمد بي وتحياتي ونهالم صباح الخير على الجميع وصباح الخير على مصر كلها الجميلة المنتصرة دايما إن شاء الله رب العالمين المنتخب مصر للكرز الهدف رجال من الفرق اللي أخدت أعداد وتجهيز كبير جدا وتطويل جدا لأنه أنت لما تتكلم على صناعة البطل دي مسألة ما هيش بالبساطة صح وما فيش بطولة أهم من أنك تؤهل لأولمبياد البراليمبيك جيمز في باريس عشرين واربعة وعشرين من أهم المنافسات ومن أهم الإبنتات اللي أي اتحاد وأي لاعب وأي مدرق وأي اهداري بيظهر ويشرف أن هو يتأهل لها نهيك إن شاء الله عن أن هم يعملوا حاجة كمان كويسة على مستوى المنافسة العام القادم إن شاء الله المنتخب خد إعداد وتجهيز طبعا خد إعداد وتجهيز يكفيني إن أنا أقول لحضرتك إن المنتخب ده بيتجاهز من توكيو عشرين عشرين اللي بقى لأربع سنين بنجاهز في هذا الفريق وقبيل توكيو وإحنا بتقول إن شاء الله بنجهز للأشاركة في باريس عشرين عشرين لكن ما كناش نقول كلامه بس الناس قريبة من الاتحاد وقريبة من هنا تعرف كويس أو الكلام ببتتكلمش كلام إحنا بديش تغل ولينا والنتيجة باين الحمد لله الحمد لله عندنا زي ما اتعلمنا المقدمات بتؤدي للتائج البطولة صعبة جدا عنيفة جدا المنافسة شادسة جدا المنافسة خوية وجميلة وفيها نزاهة لكن كله عايز يخسب الفرق صعبة جدا الفرق مش سهلة هذه المقدمات اللي عملناها بأن أربع سنوات الفريق ده تخذ حجم كبير جدا بين المعسكرات الداخلية والمنافسات الخارجية يعني لسه لسه راجع كان بينافس فيه بطولة الألعاب العالمية في برمينجهان كان بيلعب فيه بطولة ودية دولية في تركيا بطولة دولية ودية هنا في مصر لسه فايز بزهبية بطولة أهرامات مصر اللي بنظمناها الشهر الماضي ده الفرقات الأخيرة بس يعني أنا مقدرش أصدلك الأربع سنوات حصل فيه وإيه لكن على مدار الأربع سنوات هذا الفريق ما هو رهوش غير أنه يعذكر ويتدرب ويتجاهز إعداد بدني على مستوى إعداد فني على مستوى إعداد فني مؤهل جدا 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 ده مش هتكلم بقى على دعم وزارة الشهاب الغياضة ومتابعة الدكتور أشرف صوفي شخصيا لتطورات هذا الفريق لحد ما وصلنا الحمد لله لهذه البطولة والمنافسة واللي ربنا أكررنا فيها والمنافسة استمرت لآخر ثواني من المباراة ودي حلويتها يعني طبعا أكيد نحن نحن نكسر إن شاء الله يعني زي ما حضرك قلت يعني كان فيه مقدمات أفضلت إلى الرتائج طيب دكتور أحمد خالينا عرف برضو تفاصيل أكتر عن منتخبنا الوطني للمكفوفين رجال عايزة عرفنا حضرك عدد المنتخب وصل كام من اللاعبين أعمارهم بتتروح من كام لكام قلنا بعض التفاصيل عنهم ممتد أشكر حضركم أنا هانم على هذا السؤال ده سؤال هيفصل إيه اللي كان بيعز صد الفريق بيتكون من ست لعبين لكن المنتخب اللي في الأجندة اللي الستة دول بيطبع واحد بيطبع واحد بيطبع اطنين بيطبع اطنين اللي في أجندة الجهاز الفني واللي احنا بتشتغل عليه اتناشر لعب لكن اللي بيشارك اللي بيشارك بالبطولة ست لعبين تخيل حضرك تسكت الاختيار وعند الشغل اللي عملتين اللي بيساعدك من انت تختاري ضمن مساحة ورقعة واسعة من اللاعبين أي حد من الاتناشر يقدر ينزل يكسب بإذن الله اختارنا الستة أو الجهاز الفني اختار الستة اللي هم قريدي جاهدين وخضيهم هذه الملافذات اعمار الشباب وده السؤال يعني بقى ده هو الرومانسي المثال احنا اكبر لعب في الفريق عنده 25 سنة اكبر لعب في الفريق اصغر لعب اصغر لعب عنده 17 سنة ده مش اصغر لعب انا عندي عندي 17 18 19 21 سنة دي اللعب يعني من 19 ل21 من 17 ل21 17 ده العالم بيعتبره ناشئ لكن احنا صعب من الناشئين اه اه تلات لعبين اه اصبعوا اثتيين دلوقتي والمنتخب الكبر ما يستغناش عنهم امه بقول لحد لكن اللعيد اللعيد الاكبر 25 سنة يعني بسم الله ما شاء الله اللعيد ده الفرقة دي تقدر تلعب مع بعضها زي ما هي كده ودي ميزة برضا انو انا بيلعبوا بقالوا تلات سنين مع بعض طبعا يقدروا يلعبوا مع بعض بالشكل ده ويكملوا مش اقل من عشر سنين وبنفس المستوى بإذن الله ودي ميزة الفريق ده وميزة اعداده وده كانت ترجط بتاعنا ان احنا لما استلمنا استلمنا الفريق شوية اعمار كبيرة فكان لازم يحصل نوع يحصل تغيير يحصل احلال لان اللعبة عنيفة جدا اللعبة سريعة جدا فمحتاج اللياقة عليها محتاج سن ما شاء الله كده يعني شباب ويقدر يصد على صعوبة المارش فده الحمد لله اللي وصل لاله انه اصبح مدوسط عمار دائم وقدت لحضرتك بالشكل دوت وده اللي بيدينينا امل ان الفريق ان شاء الله يعملينينا حاجة بريس مش مش يشارك بس مشاركة كده لا احنا بنتكلم كمان ان شاء الله في منافسة في بريس بإذن اللي أرباح وما أدها ان شاء الله بإذن اللي أتمنى ان شاء الله طيب دكتور احمد في الحقيقة يعني المستوى المتقدم اللي ظهر عليه اللعيبة احنا فخورين جدا بما قدموه خلال هذه البطولة واكيد مستنين منهم الكثير في الأولمبياد لكن زي ما حضرتك قلت انه كل المنتخبات التحديات قدام العيبة ايه هي أبرز التحديات وازاي قدرتوا تتغلبوا عليه والله يعني هو أحدك الرياضة في صفحة عامة كله بيشتغل عشان يكسب وبعدين أنا أقصد طبعا الصوتي طبعا جدا ألف سلام على حضرتك الخطر اللي فاتد لما أسبوع ما بنامش تقريبا وكمان ما أهمكش طالما جبتوا البطولة ما أهمكش ألف سلام عليك الحمد لله حضرتك لما نقول إن احنا المؤهلين على مستوى العالم ثمان فرق ثمان فرق مش مما ده رقم أنت بتتكلم في أنت عندك عندك لا يقل عن ثلاثين فريق على مستوى العالم كلهم يستحق ويتأهلوا كلهم يستحق ويتأهلوا فلكن الأفضل أكتر واللي ربنا سبحانه وتعالى بيوفاهه أكتر هو اللي بيتأهل فتخيل إن صاحبك عندك ثمان فرق من أكبر فرق العالم بتتأهل للأولمبياد ده معنى أن المرشيط مش تبقى مصيدة والثماني عادي نكتبه حدش راح ينظر إحنا حناخد بالأسباب وحنشتغل وراحين نكتب إن شاء الله مش راحين نشارك مشاركة يعني كده ولذلك أنا ببعد الشكر فعلا للدكتور أشيخ صبحي وقلاء الوصارة في الشباب والرياضة لأنهما قاعدوا معي أول مبارك مش مبارك أول مبارك بعد النهاية مباشرة وكانوا حاضرين طبعا لهم شبابيننا في النهاية واتكلمنا على طول إحنا عايزين خطة إعداد وكلفت الجهاز الفني صورا وهو في عز فرحته قلت له إنك أنا يعني كلمتوا بعد مباشرة على طول قلت له عندك تلات تكلفات أول حاجة إنه عندنا اجتماع مع الولاد كمان ساعة كمانا معهم نتصلهم مكافأة ثورية ثاني حاجة عندك عمل معين أو عنده هيتطلع على تلفزيون معين ثالث حاجة تعمل لي الخطة والإعداد من الفترة اللي جاية الفترة الثامن شهور اللي جايين وقلت لهو شغال عليها فعلا من ساعتها محتاجين معسكرات أولا هم الولاد هيدخلوا معسكر مغلق في المركز الأولودي فورا إن شاء الله يعني هيرايح يومين ويدخلوا فهنبدأ نعمل بطولات بطولة ويدية دولية داخل مصر عشان نجيب فيها ننتقي فيها ده الفرق إنك تكون مؤهل يا فحمد دي صحيح أو إنك تكون لسه بتفعى أو بتكتاب إحنا ببنفسه ويرين خلاص إحنا بينا من الثمانية الكبر في العالم هم 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 هننتقي مجموعة من المنتخبات هه اللي احنا محتاجين نشتغل معها وإنها دعوها في بطولة ودية دولية قوية في مصر إن شاء الله وبتشتغل على آآ الإحكاك خارج مصر وده مهم جدا 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 ده اللي احنا بتشتغل عليه ده اللي احنا محتاجينه محتاجين الأولاد آآ يبعدوا عن الضغط العقبي والدبوت المعتادة في هذا الأمر آآ ثالث احنا آآ جهزنا بالفعل آآ المؤيد المؤيد بدمي آآ محطرم جدا آآ جهزنا كمان مؤيد آآ نفسي أو أخصتها تبهيل دي نقطة ها مهمة جدا آآ فعلا خلاص مع الأخصاء النفسي آآ الكلام ده كله خلاص يوم الخميس النهائي كان يوم الخميس أول مبارح آآ وبعد المطر اللي خلصا للساعة 6 مساء آآ آآ نهينا الاحتفال بالختام وبدأنا نشتغل جديد حياة دكتور يمكن الروح والحماس اللي حضرت بتتكلم بيهم أعتقد هم أكبر آآ مؤشر على ليه منتخبنا الوطني يقدر أنه يوصل لهذا المركز الحقيقي وقدر أنه يتأهل دورة الألعاب البرلمبية لباريس 20-24 الاهتمام بالتفاصيل والاهتمام بأدق أدق يمكن احتياجات لعبينا وأبطالنا طبعا ده أكيد سر نجاح وده يمكن الخلى حتى لعبينا عندهم الحماس ده والحياة ممكن كمان زميلي شازلي يعني يحاب أنه هو ييجي ويصور كمان مع أبطال منتخبنا الدكتور أحمد قال أنه دلوقتي بنجهز العيب عشان لو حد هامل انترديو أو يطلع في لقاءات الفيزونية نتمنى يكون لنا نصيب طبعا يعني هلأيكم بريد تتكلم محمد عمالي شاور على الحمد أو أنه طبعا إحنا الانتشرف يا فندم والله بتصوير مع إحنا اللي سعداء بكم ورحية فاخورين بحضرتك وطبعا منتخبنا الوطن المكفوفين رجال بنشكر حددك جزيل الشكر طبعا دكتور أحمد عوين رئيس التحدي المصري لرياضة المكفوفين شكرا لحددك فندم ترجمة نانسي قنقر